في الذكرى الرابعة لاغتيال اللواء ويسام الحسن زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يرافقه اللواء إبراهيم بسبوس والعميد عماد عثمان ضريح الشهيد الحسن وكان للوزير المشنوق كلمة في المناسبة شدد فيها على أن الأولوية لبناء الدولة نحن عم نعمل جهد أكثر من جدي وإيجابي عنوانه الوحيد هو العودة لإكتمال الدولة دستوريا اللي بيسهل أكيد حياة الناس وبيسهل أكيد الاستمرار بعيدا عن الحريق المحيط فينا بسوريا وبكل مكان يعني ببعض الدول العربية وأكد الوزير المشنوق في معرض رده على الصحافيين أن انتخاب الرئيس سيجرى أنا من الأول إلى آخر قلت قبل رسل وكان للوزير المشنوق وقفة عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري اشتركوا في القناة